أعلنت وزارة الصحة عن استقبال مليون وخمسمائة ألف ومائة وعشرة جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فيزر مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بمطار القاهرة الدولي وتأتي هذه الشحنة ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة أشرت الوزارة إلى أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لافتا إلا أن مصر استطاعت في وقت قصير توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا